السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير رؤية الفار في المنام بسم الله الرحمن الرحيم فصر النابلسي رؤية فقر واحد في الحلم بانها تدل على وجود امرأة غير صالحة وربما يدل ايضا على امرأة يهودية غير صالحة من الممكن ايضا ان تدل رؤية الفار على رجل يهودي او لص اما في حالة رؤية عدد من الفقران وليس فقر واحد فقط فان هذا يدل على وجود رزق وفير في حالة ما اذا رأى الفارد في منام وجود مجموعة من الفقران تلعب في منزله فهذا معناه انه سوف يجني رزقا كبيرا اما عند رؤية خروج الفار من المنزل فهذا يدل على خروج الرزق وقلة البرقة وعندما تكون الرؤية ان احدهما امتلق فقر ففي تفسير النابلسي ان هذه معناه انه امتلق عبدا وعند رؤية الفقر الاسود والفقر الابيض فهذا دليل على الليل والنهار اما عندما يرى شخص انه يمسك بفقر وهذه الفقر تموت في يده هذا معناه انه سوف يمسك الشر وصوف تحدث له امور سيئة لو رأى الحالم انه قام بالدعاس على الفقر فماتت فهذا يدل على انه سوف يترك امرأة تفعل الفاحشة اما عندما يرى الرجل انه يكون برمي فقر بحجر فهذا معناه انه يتهم امرأة بالفساد وعدم الصلاح وعندما يرى الشخص انه هناك مجموعة من الفقران البرية خرجت من بيته فهذا يدل على دخول لصوص والحاق الخسائر بالبيت اما عند رؤية انه هناك فقر في فراشه فهذا يدل على انه له امرأة معروفة بالسوء والفرأة تدل ايضا على امرأة لها سيرة فاسدة ومن رأى انه اصاب جلد فقر فيسيب مالا قليلا من امرأة سيئة من رأى في منزله فقران فيدخل منزله نساء لا خير فيهم ومن رأى فقران كثيرة في موضع مائل او في بئر فانه نقصان في العمر ومن يرى انه يكون بمتاردة الفقران دل ذلك على طول العمر للشخص الحالم ومحاولته للتخلص من المشاخل والضغوطات ما ايضا من يرى الفقر يفتش في شيء ما او ينكب في الارض دل ذلك على الصارك الذي يأخذ كل ما لديه وينسبه لنفسه ولصالحه ومن رأى الشخص ان الفقر موجود على فراشه دل ذلك على انه سوف يدخل في حياة هذا الشخص امرأة لا خير فيها ويعرف عنها الفسك وتدبير المقائد ومن يرى انه يضرب الفقر او يصطاده دل ذلك على التلاعب بامرأة والكذب عليه وخداعها من اجل بعض الاغراض الشخصية اما الفقران البيضاء في المنام تدل على المعاناة وكلة الرزق والتعرض للازمات التي ترهيق الرأي وتجعله عاجزا عن تلبيت حاجاته الاساسية اما اذا رأى شخص وجود فار صغير في بيته دل ذلك على انه ابنه سيكون ولدا عقا او انه يوجد في حياته صديق دار ويرغب في ازيته ويدل تفسير حلم الفقران في البيت على اجتماع اهل البيت على امر ما ويكون عدد الافراض مرتبطة بعدد الفقران التي شهادها الرأي في مانيمو ومن رأى شخص الفقران تخرج من موضع معين في بيته فهذا الموضع هو الباب الذي يدخل منه اللصوص الى بيته واذا كانت الفقران على فراشه دل ذلك على امرأة فاسدة والتي تفسد الاخرين بفسادها واذا رأى شخص ان هناك فقر صغير يقترب منه دل ذلك على ان هذا الشخص سيقع في معصية كبيرة او مصيبة من الصعب الخروج منها واذا رأى فار كبير يقترب منه دل ذلك على انه ظلم كثيرا من الاشخاص في حياته وان رأى شخص في المنام فقر كبير يسكن في بيته فان ذلك يعني وجود امرأة لا يستهان بها في حياته وهذا الامرأة تميل لافساد عن طريق الحق واذا كان الفار على فراشه فقد يكون ذلك باشارة الى ارتكابه كبيرة من الكبائر واذا رأى الشخص في منامه ان هناك فقر اسود كبير دل ذلك على انه يوجد في حياته العديد من الاشخاص الذين يدمرون له الشر ويحصدون ويحقدون عليه ما وصل اليه من نجاحات في حياته ومن يحلم بفقر اسود دل ذلك على الحسد او السحر او كسرة الاشياء التي تعطل الرأي عن تقديمه نحو الامام وقد لا يعرف سببا لذلك فيكون العلاج المناسب هو التقرب من الله والاكسارة من الاسكار وتلاوة القرآن الكريم وقراءة الركيا الشرعية من يرى في منامه ايضا فار اسود فان ذلك يشير الى السلبية او التفكير السلبي والظلام الداخلي والاحباط واذا رأى شخص في منامه فار اسود دل ذلك على التعرض لعوكة صحية حد او مرض شخص عزيز عليه واذا رأى الشخص ان هناك فأر احمر في منامه دل ذلك على الانفعالات المتقررة بسبب الوقوع في نفس الاخطاء والغدب الشديد الذي يكون عاملا اساسيا في مقطع العلاقات التي تربط الرأي بغيره مع الناس ما يدل ايضا الفار الاحمر على العلاقات العاطفية التي يتخللها الكثير من المشاكل والخلافات وذلك لكسرة الاختلافات بين الطرفين وعدم التوافق فيما بينهم زراء ايضا ان شخص قد قتل الفقر دل ذلك على انه قد تخلص من مجموعة من الاعداء الموجودين في حياته دل ايضا قتل الفقر في المنام الى كشف الاعداء والاطلاع على ما كائدهم اذا رأت الفتاة العزباء في منامها مجموعة من الفقران دل ذلك على انها تخاف من احدى المجموعات الهمة التي تشغل بالها اذا رأت ان الفار يأكل في طعامها دل ذلك على ارتفاع الاسعار والغلاء الشديد في المعيشة ويكون ذلك زي تأثير سلبي على حياتها الخاصة دل ايضا رؤية الفقران في المنام للعزباء على قسرة الخلافات الدائمة بينها وبين اسرتها او بين احد الاشخاص المقربين منها واذا رأت المتزوجة في منامها الفقر يعد احد ابنائها فذلك يدل على وجود فتاة في حياته تتلاعب به او تحاول الاقاع به عن طريق اقناعه بانها تحبه رؤية ايضا الفار الصغير في منام المتزوجة يدل على وجود بعض الاعداء في حياتها الذين رغم ضعفهم وكلت حيلتهم الا انهم لا يزالون يحاولون بكل الطرق تشتيتها وافساد حياتها والنيل منها ومن علاقتها بزوجها ويكون الفقر الصغير اشارة ايضا الى اطفالها وكسرة عبصهم بالاشياء اذا رأت الفقر الاسود المتزوجة يدل ذلك على المشاكل والخلافات التي تتعرض لها في حياتها مع زوجها الفقر الاسود قد يكون حسدا لذلك عليك بالرقية الشرعية واللجوء الى الله عز وجل واذا رأت الحامل في منامها الفقر دل ذلك على انها تخاف من الولادة وتخشى على مولودها من ان يسيبه اي مقروه يرمز تفسير حلم الفقر للحامل كذلك على وجود امرأة ساحرة او ماكرة تكيد لها وتدبر بعض الحيل لمحاولة تعطيلها نفسيا عن ان تكون مهيئة لخضوع هذه المرحلة وتجاوزها بنجاح ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤية الفقر في المنام ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة واتدعموني باللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا